وعودة إلى فقرات الموجة المفتوحة وإلى فقراتنا الأخيرة لهذه الحلقة يواصل طلاب الجامعات والكليات في المجتمع العربي بتحقيق أهدافهم وأحلامهم المستقبلية فقد بيتنا نرى أن أبناء المجتمع العربي يحققون أحلامهم وأهدافهم بمساراتهم التعليمية والحياتية كما أرادوا فمنهم من قرر أن يجعل من موهبته نورا يشق به دروب الحياة ولابنة أبو سنان إلهام نجار حكاية متواصلة مع الرسوم التشكيلية التي تهواها منذ صغرها وإبداعات القماش بتصاميم أزيائها لتزف يواياتها بتعلم القط العربي إنها ضيفتنا بقناة هلا إلهام نجار من أبو سنان يعطيك العافية أهلا فيك كيف أبو سنان اليوم بالشمال؟ بلد حلوة أبو سنان صحيح عاربين على عكا عمليا أنتو كمان وعشط البحر إلهام صدية 21 سنة كل هاي الأهداف مليئة بالألوام احتينا عن حالك أكثر وإن تتعلم كل هذه الأمور أنا فتاة شغوفة بحب الحياة وستمتع فيها كثير وهيك يعني باخد فرص وضيعهاش بلحظة ساعي كثير أنا أحق إنجازاتي وأكوني إنساني اللي تترك وراها بصمة وأثر حلو رحت على عالم تصميم الأزياء الفن تعال نبدأ من الفنون احكي لنا عن عالم الفن اللي انت موجود فيه وعن لوحاتك الفنية منذ متى وقد ترسمين يا إلهام أنا من صغري فهيك يعني حصة زهقاني فيها فوقعد برسم فهذا الأشي رفقني من الصغر هاي الوحدي كثير هيك بتخدني بعالم حلو برحلي فينا نقول فمن قبل ما أتخرج بصفة 12 تعلمت مدريخ ومنوت فيتسيرام مرشدات فنون وإبداع عمليات فكان من المدرسة من قبل ما أنهي أنا المدرسة بلش معي هذا المشوار وهيك عالم كبير وحلو وبرسم من عمر 12 سنة هيك من الصغر ماذا ترسم إلهام شو بترسم إلهام تفضل أنا برسم الحياة الواقعية بجسد ألمنا وتعبنا بصور نمط طبيعي أو أشياء اللي هي ملموسة ما نشوفها ليس أشياء اللي هي أكتر ألوان لا يعني إرصاص فحم هاي أدواتي اللي أنا تفضل مثل ما إيش ترسمي حكي لنا جبل بحر حكي لنا أكتر أقول يعني كثير خلفيات حلو وطبيعة صامتة وجوه كثير بطعمق فيه شو قولوا له في وجوه بورتريا عملياً؟ بالبورتريا هذا هو الإختصاص فيه تعال نشوف إلهام يعني رسماتك تحتمد على طبيعة لبفهم ووجوه فيه من الخيال؟ نوعاً ما لأ الفكرة بتكون من الخيال الفكرة الفكرة هي اللي بتتمحور هي اللي بتكون بس من الخيال أما أن أنا أرسم لا مش من الخيال عملياً؟ أكثر أشي من الواقع بركب ممكن صورة بستوحي هيك أكثر لأن أنا أفكر إلها من الألوان اللي بتستعملها برسمتك أشي؟ ألوان أنواعها وأي ألوان؟ بستعمل ألوان خشب أقلام يعني وأستعمل أكرل إلي تعلمت كل أنواع للفنون أنا أيضاً أنا بحفر على خشب وجوه فـ ألوان تحفرين على الخشب عملياً تنحتين الخشب إه حفر حرق في أقلام في أدوات ليس فرننتشكلي كذلك في الخشب ترسمين تنحتين أو تحرقين عملياً هذه الخشب بشكل وجوه أشخاص وزخرة في أكثر تخطيط نوعا أنا بدخل كمان خط عرض رح نوصل الخط شاركت بعدة معارض محلية ودولية حكي لنا أكثر عن هذه المشاركات شاركت في معارض كتير في حيفا في مؤسس التنوير شاركت في مصابقات حصلت أكثر كمان على جوائز جوائز عمليان كمان وصلت لمهرجانات دولية أخرها في العقبة عمليان كمان أيوة بالعقبة شفناك غاد رسمتي في الطبيعة عمليان صحي في الطبيعة احكي لنا عن الجوائز التي حصلت عليها شاب صبي 21 سنة حصل على الجوائز بعالم الفن احكي لنا أكثر إيش الجوائز اللي حصلت عليها حصلت على الجائزة العربية في الإبداع كانت مسابقة قطرية في البلاد العربية في بلادنا هون وحصلت على شهادات كتير تكريم عن لوحاتي حصلت برضو على تكريم من فضلة الشيخ رائد صلاح كان برضو في حيفا طبعا كان ضيف بعد هالمأساة والمواجع اللي هو بمرأها ومؤخرا في العقبة العقبة كان هناك من كل العالم عمليا أو من بعض دول العالم عمليا ماذا رسمت هناك؟ كنت أنا في وادي رم رسمنا هناك رسم مباشر كنا مجموعة رسمت الخلفية هناك الطبيعة للجبال رسمت الجمل خصيصا كان في مركز اللوحة لأنه هو مرئي أكثر هناك إحنا مش عايشين ببلاد قريبة عن صحراء وإشي أكثر إشي أقرب علينا للأردن فهناك جمال الطبيعة كان خلاب فعلا وكان الجمل هيك شي جديد كيف بتشوف حضور الشبات العالم الفن؟ كيف بتشوف حضور الشبات العالم الفن؟ وهالمجتمعنا بدعم الفن؟ بتقبل الفن عمليا كثير؟ شوف مع أنه شوف مع أنه فيه أنواع كثير من الفن الواحد بقدر يعبر عنها عن مشاعر و يوصل كثير أشياء وحاسس فيها بده المشاهد يشوفها بس لا للأسف هاي المهنة نقول أنه لا مش كثير يعني ملفتين النظر عليها ولا حتى الشبان كثير لأنه أنا مش كثير بلاقي من جيلي أو من جيلي اللي بشتغلوا عحالهم من ناحية فن لحد ما يوصل لمرحلة اللي هي مرموقة فينا نقول لأنه الفن يعني عليه كثير مصطلحات بطعميش خبز شوباته شباعيش في المهنة بس لا بقدر الواحد يعني يعيشوا أكتر الفن من أن يشوفه ذكرت في بداية لقائك الشغف لهذا العالم هذا يعني يكفي أنه يوخذ هؤلاء الفنانين إلى محلات وسيعة وكبيرة تعال نروح مع بعض على عالم تصميم الأزياء أنت طالبة جمعية بعلم الأزياء لماذا اخترت هذا المجال؟ حكي لنا أكثر هذه المهنة موجودة في البيت أولاً ويراثياً الأمة بتخيط ستة وتخيط ستة أمي كمان بتخيط فهي كثير بالعالم في خيط رفعتك الوالدي عملها اليوم حييها أكيد عم بتشوفك اليوم تحيي لأمي من هون تفضل كملة فهي المهنة كانت موجودة في القدم أكثر من حالية من الساعة زمان ما كان مصمم أزياء الآن العصر هذا صار فيه خياط ومصمم أزياء فاخترت هذا المجال لأنني أقدر أترجم أي شيء في خيالي على الورق فتصميم الأزياء لأنني أقدر أصمم ما أريد على الورق من أدوات عن طريق الرسم كل هذا بيكون شفح وتخيطي بإيدك كذلك أنا تعلمت أيضاً خياطة في الناصرة سؤال كثير عميق صممت والبست؟ لأنك أشياء صممت صممت والبست طبعاً أعملت كثير ما هي تصميم التي تبدعين بها ما هي تصميمة بها؟ ماذا هي تصميمة ذات طفلية؟ العين كلها الضوط من وراه الهام يا عيني بدهل أكثر أمور التي تبدع فيها بتصميم الأزياء فساطين بلوزهة ما أكثر أشياء تحب تصميمة؟ مالك أنك تبلوز العين كلها والأصدقاء أحب أن أصمم فساطين فساطين اللي هي نقول بسيطة شوي بسيطة يعني.. في من وراها هي نكون كذلك بترسمي هذه الأمور طبعاً أنا كتير بحاول أجسد عن مجتمعنا عن بلدنا عن التطريز بالأخص الفلسطيني عن التخطيط العربي تشوفي يا إلهام أنه مصمم الأزياء أو مصممة الأزياء إليه المسئولية كبيرة على الأمور اللي بنلبس بالآخر إحنا بتكون تلبسونا بطل حلوة عندكم مسئولية عملية عندكم مسئولية بتشويها مسئولية كبيرة طبعاً طبعاً مسئولية بس بالأخص أنا بخص الذكر أنه الواحد يختار يعني هو شو يلبس مش إنه الناس تنقلوا شو يلبس صحيح شو يفصل كون إلو رأي حر في اللبس طبعاً مع هالموضة اللي عم بشوفها بآخر مودي الموضة السريعة اللي بتتغير في اللبس أكيد في إلنا حق ومسئولية وإلنا بصمي كبيرة التعالي شفور بشوف حالك أخرى عشر سنين أوه عشر سنين بشوف حالي مصممة أزياء مستقلة اللي عالمي اللي يشبهني وبرضه في مجال الفن أنا أكثر بمحطاتك أكثر في مهرجانات دولية اللي دور طبعاً كبير كمان أنا عندي أهداف من ناحية فن أقوي أدعم يكون أكثر موجود لفئة الأطفال نشجع هذا الإشي ما بكافي يكون بالمدرسة بس موجود أو إنه طفل بس يعبر لا، الطفل بقدر يعطي أكثر فأنا ميال كثير للأطفال وبكتشف إنه منقدر إحنا نشتغل عليهم من جيل كثير صغير وبس قبل ما أروح على الأسئلة الثانية لحظت إنك كثير إلك قرب أو بتحب تساعد الحيوانات الضعيفة اللي مش عم توكل أو تبعتك مرة شو هذي السر؟ قطة كلاب بدأ أطعمين تشل آه بتروحي بتطعمين حليم هذا موجود فيك؟ الحب الرحمة لهذه الأمور؟ موجود، موجود طبعا أنا بحب كتير أربي كائنات حية كتير كتير بالذات السماء ولكن شبتك كذلك تطعمين الحيوانات عن جد اللي مش ملاقي تؤكل مزبوط شوف، يعني إحنا بين قدمين وبشر ورحمة لازم تكون عندنا لهذه الحيوانات المخلوقات الضعيفة عملينا طبعا، طبعا، فإذا إحنا ما بنطلع هاي الكائنات الصغيرة ما ظنش يعني كيف الوقت واحد بقدر يستمر أو يكون إن هو بس لشخصه بأخذ الأمور ذكرت إن لدي حليم، شوفو سمكتي ذكرت إنك أنت بعد عشرة أعوان بتشوفي حالك هي مصنة الأزياء المستقلة وكذلك المبدع بالفن من خلال حديثك أنا بوعدك أنك أنت راح تكون النجم اللامعة بمجالاتك ورح تزورينا هون بالستوديو كثير وكثير شكرا، تعال نروع لعالمك بالخط حكي لنا أكتر عنه أوه الخط العربي شوف أنا إنساني بواقفش تعليم لازم دايما أستمر أتعلم أكتر فبشي مرحلة كانت إحدى أهدافي أني أنا أتعلم الخط العربي كان عندي هديك السنين كل شهر هدف لازم أنجزه خلصه، فكانت سينة عن جد فضي عملاني، فإحدى الأهداف كانت هي الخط العربي وأنا كثير بحثت ما لقيتش بالآخر لقيت في في قرية كفر راعي في جنين، قضاء جنين دورة لتعلم فهي كان إشي كثير بالصدفة وكنت يعني أقطع مسافات وأروح وأجي فكنت كثير أستمتع والخط العربي إشي خط جميل جدا جدا والذي هاول هاي الأمور ما يستناش تعالوا على ماذا تخطين؟ ماذا تخط إلهام؟ حكيني أكتر الخط يعني فيه أنواع فيه خط النسخ، الديوان، الرقع فيه عدة خطوط مش خط واحد أكتر إشي الدزاين، التخطيط لما أنا أدخله في التصميم يعني مثلا كيف نشوف على هذا الأرض ما يستحقون على كيف بخططوها؟ أنا ممكن أخطط جملة ثانية بشكل آخر ممكن كمان يكون على اللبس على الأواعي، ممكن يكون تصميم اللي هو تابع لأينا فيه تحديات قدام؟ فيه تفضل فيه، تحديات أولها الاستمرارية بعد النجاح وهذا شيء دائما لازم يكون عازم وموجود استمراري، التحديات نوع الحرب نوع من أنواع التحديات برده إنكو تتقدموا حمريكا طلاب جامعيين تحققوا أحلامكو، البلاد مسكّرة فيه تحديات دائما فيهم ضمم يعني الضبط المجالات اللي هي تحتوينا أكثر تدعم برده إيش اللي خلاكي تروح على عالم الخط وتصميم الأزياء والفن شو اللي جاذبك هناك؟ أي شيء أنا لقيت حالي في الرسم هناك، أنا بقدر أبدأ فبلشت الفكرة إنه ممكن أقدر أي شيء أنا أقدر أكونه على الورق فأرسمه فبعدين روحت للتصميم كأنه يكون لي أنا اللي أصمم وبرده أصمم وأخيّت بنفس الوقت فأنا العاملين مع بعض وبعدين الخط هدا هواي فهواياتي حبضان محفوظة بتقولي لبست كثير، صممت كثير، قدي تقريبا؟ كم لبس عملت؟ يعني... بنعدوا مني، ليس كثير صديقات لإليك بتوجهون لبسينا؟ بكثير، كثير، كثير وبتلبسين العمليين بتصميمين؟ أه، بأخذ قياسات، إلهام تحخذ قياسات تعالي عمليلنا، تعالي هذا يبدل على الثقة الموجودة في صديقاتك لإليك وبدل على المستقبل اليانع المظهر قدامك قبل أن ننهي، كم لوحة عندك اليوم؟ أدرا سمت بتعرف عددهم؟ أول مرة أنسأل هذا السؤال أكثر؟ مئة؟ أكثر أكثر من مئة؟ هذا غير نباع وطلبات رسم أشياء كاني ماني هل لديك مرسم؟ لدي مرسم، وعندي بردو أنا بروح أرسم على جداريات على حيطان الأشي لا يعني يفتقر بس على ورق أو ألم جداريات؟ لكي جداريات؟ بقى حطتي بصمتك عليها في أي بلدات؟ في كفر ياسيف، في حضانات، عندي في روضات وعندي في مركز مساواة حيفا لديك خاتنا؟ لدي، مركز مساواة حيطان ماشاء الله، موسوعة إلهام، أهم لوحة عندك؟ تحبيها كثير، تتميزيها عن الكل؟ لوحة، لوحة، كثير، 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 لدي لوحة، كانت لبرج بيزا، كنت بصف تاسع، فلما رسمتها قدام الصف المعلمة وحلاها، وهي كان مسابقة صغيرة، كثير، 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 وعلى قوليها بالصف، وبعدين نقلوها، بالكارادور، بالمدرسة، وأنا حسد، هذه كانت دف على قلتك، قلتك تتقدمي، هذا بيدل قد ممكن معلمين يدعمونا، يعني كانت اللوحة جداً بسيطة، كانت كبيرة، ثلاثة، بس النظرات، لتشجيعك، لأول له فيك، حسيت أنه، اكتشفت شيء هنا، أنه فيه حدا قواني، فيه شيء، شعور عاش فيه، هذا بيدل قدي، معلمين إليهم أساس، في دفع طلابنا لتحقيق أحلامهم، وأعتقد أنك أنا تدف على إليك هذه، صحيح إلهام؟ صحيح، تعالي ننهي، رسالة، بتحب توديها، تفضل الكاميرا إليك، بتمنى يوم من الأيام، إنه إحنا كمجتمع، نقدر الفن، ونعطيه حقه، بس بحب إنه، تدعموا أطفالك، اللي بيرسموا، اللي بيقدموا، أي خربوش صغير، ممكن، توصلوا لكثير مجالات، فبس هيك، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإنكم بسطتوا، إنكم عم تشوفوني، وبس بتلقوني كثير مقابلات أكثر، إلهام النجار، الفنانة، مصممة الأزياء، وكذلك الخطاطة، واكتشفنا كذلك الجداريات، وحبك للنحت على الخشب، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، شكرا، نصل إلى ختام الموجة المفتوحة، إلى اللقاء، شكرا، 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 شكرا،